المساء من سكاينيوز عربية مع ماجد الفارسي تطرق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جولته الخارجية إلى الملفات الساخنة في المنطقة معلنا أن الحرب في اليمن اقتربت من نهايتها وتحقيق أهدافها المتمثلة في استعادة الشرعية كما أشار ولي عهد السعودي للعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف لبناء الاستقرار في الشرق الأوسط أما في شأن قطر فقد نقلت صحيفة عكاظة السعودية عن ولي العهد السعودي قوله أن الأزمة القطرية لا تشغله قضايا إقليمية وداخلية تناولها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء مع صحفيين في القاهرة نقلته جريدة عقاظة السعودية ولي العهد السعودي جدد تأكيده على أن قضية قطر صغيرة جدا ولا تحظى باهتمامه وعن الأزمة اليمنية أكد الأمير محمد بن سلمان أن الحرب في اليمن قاربت على تحقيق أهدافها المتمثلة في استعادة الشرعية في مواجهة المتمردين الحوثيين ونهايتها وشيكة أما نظام الملال في إيران الداعم للميليشيات الحوثية فاعتبره ولي العهد السعودي نمر من ورق مستنكرا سياساته العدائية تجاه دول الجوار والعالم الأمير محمد بن سلمان شدد كذلك على موقف بلاده الثابت والمؤيد لحق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعن العلاقات السعودية المصرية أشاد الأمير محمد بن سلمان بالمشاريع الاقتصادية المصرية مؤكدا على قوة العلاقة بين البلدين والتي ستشهد تعاونا مشتركا جديدا في مشروع نيوم وعلى صعيد الشؤون الداخلية وفقا لصحيفة عقاف أكد ولي العهد السعودي أن إصلاحات المملكة الاجتماعية إنعكست إيجابا على الاقتصاد والسياحة وأكد الأمير محمد بن سلمان على الجهود التي تبذلها السعودية للحد من ظاهرة التطرف والإرهاب مشيرا إلى أن نسبة التطرف انخفضت من حوالي ستين في المئة إلى أقل من عشرة في المئة ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات الدكتور حسن الصبيحي ومن الرياض الباحثة السياسية الدكتور أحمد الفراجة أهلا بضيوفي في هذه الحلقة طبعا وفي هذا المحور نحاول تسليط الضوء على جميع المحاور التي وردت في مقابلة طبعا الأمير محمد بن سلمان في صحيفتي عكاظ وأيضا التليغراف البريطانية أبدأ في المحور الأول معك دكتور حسن وهو محور اليمن يعني أبرز تصريح اليوم لولي عهد المملكة العربية السعودية قال نهاية الحرب في اليمن أصبحت وشيكة وأهم أهدافه استعادة الشرعية طبعا وأصبحنا بالمعنى قابق أو سين أو أدنى من تحقيق هذا الهدف كيف ممكن قراءة هذا التصريح طبعا مع قراءة الواقع الميداني والسياسي المتغير في اليمن خصوصا في المرحلة الأخيرة يمكن هو قراءة طبعا ليش أبعاد هذا التصريح على مستويين المستوى العسكري والمستوى السياسي فنحن لاحظنا في الآونة الأخيرة أنه هاجمات التحالف والمدافعون عن الشرعية كانت قوية جدا ومؤثرة وسواء كان في جبهة اللي هي صنعة القوف صنعة أو في الجبهة الغربية اللي هي الساحل الشرقي للبحر الأحمر يعني ابتداء من عدن وانت ماشي ليل ما توصل باب المندب هذه المسألة لا بد أن تكون قد شكرت يعني إيش عامل حاسم في اتخاذ اللي هي أو في تحرك القضية في اتجاه اللي هي للحل لأن الحوثيين الآن فقدوا كل عوامل القوة صحيح يعني نحن نتحدث الآن مش يعني نكاية ولا محاولة أن نحن نتعالى على الطرف الآخر في مرحلة الإنهاكة التي يتعرضون لها لكن هي حقيقة حقيقة واقعة على الأرض هذه المسألة بطبيعة الحال تدفع الحوثيين الآن إلى البحث عن ملاذ أو منجة أو طوق نجاح لكي لا تنزل بهم نزلت الهزيمة الماحقة وهم أصلا تعرف مجموعة هشة مواقعها محدودة ومسألة الصيادة سهل وتدمير هي القوة الحوثية تدمير كلي يكان يكون قد اقترب كثيرا يعني طيب دكتور حسن السعود مع هو بالنسبة لدكتور حسن إذا ما عدنا إلى مسألة التطور الميداني مقابل التطور السياسي أنا سأعود إليك في هذا الإطار لكن دعني أذهب للدكتور أحمد لتوسيع هذا المحور دكتور أحمد أيضا ارتباطا باليمن وتطورات اليمن يعني ربط الأمير محمد بن سلمان تصريحات اليمن بممارسات إيران العدوانية في المنطقة وقال أن إيران نمر من ورق باعتقادك ماذا يقصد به خصوصا في تجليات هذه الممارسات الإيرانية في اليمن خصوصا طبعا كنا نقول منذ زمن طويل وسمو الأمير محمد يدرك ذلك أن إيران بالفعل نمر من ورق يمجرد جعجعات تعتمد على منظمات إرهابية ما في هذا إن صح التعبير مثل حزب الله في لبنان المنظمات التابعة لها في العراق وأيضا الحوثي في اليمن نشاهد ما يجري حاليا من ثورة شبه مستمرة منذ فترة طويلة على الأوضاع الاقتصادية المتردية فملالي طهران يحاولون دوما الهروب من مشاكلهم الداخلية بتنفيذ السياسة التوسعية لإيران في المنطقة فبالفعل إيران نمر من ورق وأود فقط أن أعود إلى تصريح سمو الأمير عن أن حرب اليمن أوشكت على الانتهاء كثيرون ينتظرون نتيجة حرب تقليدية اليمن ليست يعني التحالف العربي ضد اليمن لا يمكن أن يسمى بحرب تقليدية ولذلك النهاية لا يمكن أن تكون تقليدية الهدف الرئيسي هو كسر ذراع إيران في اليمن اللي هو تنظيم الحوثي اليمن منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير جدا أعتقد أكثر من 30 مليون قطعة سلاح وبالتالي ولي العهد أعتقد كان يتكلم عن ما ليس منظورا وهو العمل الدؤوب منذ ثلاث سنوات على تدمير قوة الحوثي العسكرية وبالتالي فإن الحوثي كما ذكر الدكتور وكما نعلم جميعا عطفا على التقارير الحوثي في انحسار خلال الفترة الأخيرة التحالف يتوسع والحوثي إلى انهزام وهناك بوادر تحالف جديد ربما تدخل فيه أمريكا لإنهاء هذا وبعض الأتحاد الأوروبي لإغلاق هذا الملف بحل سياسي بعد نهاية العمليات العسكرية طيب دكتور حسن سأبدأ بما ختم به الدكتور أحمد مسألة الحل السياسي في اليمن ربما يعني إلى أي مدى هذه الاستراتيجية هي موجودة فيما تحدث عنه الأمير محمد بن سلمان بأن نحن الآن أصبحنا على وشك طبعا نهاية الحرب في اليمن إلى أي مدى هناك نقطة سيكون فيها تدخل بعد سياسي أو حلول دبلوماسية في المستقبل القريب القادم هو الآن تدور الكثير من الأحاديث وتتناقل بعض الأخبار على أنه فيه جهود أمريكية من جانب وفيه كمان جهود أوروبية من جانب آخر في محاولة لتقريب وجهات النظر وإقناع الحوثيين أنه ليس هناك أي أمل للحوثيين أن يحكموا اليمن اليمن عصي عصي طبعا على هؤلاء الناس لا سيما وأنه الآن بدت الكثير من التحركات الشعبية مثل مثلا الظاهرات ومحاولة الصدي للقوى الحوثية في مدينة صنعة ويعلموا الحوثيين أنه لو اليمنين انتفضوا يعني تكون نهايتهم نهاية مؤسفة كثيرا يعني الضغوط الآن اللي تمارس كمان على المتسبب بالأزمة في الأساس وهي إيران ربما تكون يعني إيش قد يعني أقنعت الإيرانيين أنه هناك استحالة أن يتمكنوا بالفعل من تنفيذ استراتيجيتهم وسياسهم في التوسع التي قد يكونوا نجحوا فيها إلى حد ما أو بشكل جزئي في لبنان وفي العراق وسوريا هذه الأحاديث التي تدور الآن مع تغيير طبعا المندوب الدولي الذي يبدو أنه نشيط ويبدو أنه يحظى بدعم كبير جدا من القوى الكبرى يعني أو المجتمع الدولي زي ما يسموه يعني هذه يعني تبشر أو تعطي بعض البشاير على أنه إيه هناك بيكون في حل قريب وهذا الحل ربما يعتبر الحوثيين على أساس أنه مجوز من التكوين اللي هو السياسي في اليمن وتبدأ مرحلة اللي هي تجمع الشتات الينوب والشمال وبطبيعة الحال اللي هم القوى السياسية المتعددة في اليمن من أجل التوقيع اتفاقية تكون فيها مرحلة يتم فيها إعداد اليمن لانتخابات حرة واختيار قيادة جديدة بإرادة شعبية طيب دكتور أحمد الفراج سنتقل معك في محور آخر في حديث الأمير محمد بن سلمان وهو محور قطر قال قضية قطر بالنسبة للممكة عربية السعودية هي قضية تافهة جدا وقارن ما يحدث مع قطر اليوم بما حدث بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا وأذنى طبعا على مسألة قطع العلاقات الاقتصادية آنذاك الولايات المتحدة قطعت العلاقات الاقتصادية مع كوبا يعني إلى أي مدى هذا المثال اليوم يطرح أيضا يعني تطابقات مما يحدث مع قطر ما أفاق هذا الحديث الذي يجعل من قضية قطر تافهة جدا بالفعل قضية قطر صغيرة وسمو الأمير قال يعني سبق أن قيل قبل أنها قضية صغيرة جدا لأنها قضية تافهة لكن أعجبني جدا التشبيه قضية قطر علاقة المملكة إن صح التعبير أو التحالف العربي بقطر بما جرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا الولايات المتحدة تجاهلت كوبا على مدى عقود طويلة لسبب بسيط أن أمريكا لم تكن بحاجة إلى بلد صغير مثل كوبا لا أهمية له في المقابل كوبا كانت هي التي تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية ما يجري هنا في الخليج مشابه تماما دول التحالف على رأس المملكة العربية السعودية لا يعنيها إطلاقا هذا الملف هي قضية بالفعل صغيرة وتافهة وربما لو لا مناكفات إعلام نظام الحمدين لما أخذت أي حيز وحتى أعتقد أن سمو الأمير أشار إلى أن المسؤول سمو الأمير محمد قال أن المسؤول عن ملف قطر هو موظف صغير في وزارة الخارجية اللي لم تكن الذاكرة أيضا نقطة أخرى في حالة الولايات المتحدة وكوبا المولايات المتحدة الأمريكية عندما قاطعت كوبا خسرت يعني خسرت شيء واحد الحقيقة أن بعض أثرياء أمريكا كانوا يشتاقون للسيغار الكوبي السيغار الكوبي طبعا مطلوب وهو الأفخر عالميا بينما ما يحدث لقطر الآن لا المملكة ولا بقية الدول التحالف في حاجة إلى أي شيء من قطر قطر هي الخاسرة قطر هي التي تعتمد على المملكة العربية السعودية قطر تحتاج دول التحالف وبالتالي هي التي تخسر ومع الوقت تتراكم الخسائر السياسية والاقتصادية وأيضا حتى التململ الشعبي حيال ما يجري وآخرها الفيلم الذي بثته الجزيرة ما يوحي بالحقيقة مرحلة متقدمة من اليأس لأنه جاءت آثار هذا الفعل بسلبية على نظام الحمدين لأنه كان مؤلم ونحن نسمع كيف أن الوالد خليفة بن حمد كان قلبه رقيقا على ابنه الذي انقلب عليه عندما أمر حسب كلامهم طبعا وفي قناة الجزيرة أنه لا يتم الاعتداء عليه وأن يكون هناك طبيب لمراقبة وضع مرض السكر عنده يعني من يشاهد مجمل الفيلم يجد أن الفيلم إدانة لقطر ذاتها صحيح دكتور أحمد دكتور أحمد مصور حالة انقلاب معروف هذا الأمر لكن اليوم تصريحات ولي عهد المملكة العربية السعودية لا في تجد دكتور حسن قال أن حكام قطر اليوم يعانون من عقدة نفسية هكذا صرح تصريح لافت جدا معبر باعتقادك اليوم ما طبيعة هذه العقدة النفسية التي حاكم أو يعني هي مصاب فيها حكام قطر هي الحقيقة عقدة نفسية قريمة جدا هذه من يوم أن بدأ هذا النظام يعني كل التحركات التي كانت تقوم فيها قطر كل التي هي سياستها في المنطقة كل نشاطها الدولي كان ينبئ بأن هناك بالفعل عقدة نفسية سببها صغر حجم هذه الدولة تكدس المال في مكان ضيق ودولة صغيرة يعني دولة قزمية صغيرة جدا وتحاول أنها يكون لها يعني وجود بأي شكل كان ولهذا طبعا كل المؤامرات وكل المحاولات التي هي شق الصف من جانب قطر شق الصف الخليجي وشق الصف العربي كمان كان هو ينبئ عن هذه العقدة الآن العقدة تراكمت أكثر وكثر وضغطت على صدر النظام بشكل واضح جدا لا سيما وأنه الآن قطر أصبحت دولة شبه منسية يعني ما في لها أي وجود يعني أصبحت الدولة القناة يعني أيش؟ يعني كل ما تبقى من قطر هو الإعلام والإعلام المسف للأسف الشديد يعني نحن كل يوم أنا من الناس ليتابع طبعا نشوف الخطاب الإعلامي القطري إذا كان فيه إمكانية وأمل أنه يتحول يتغير لكنه كل ما مر الزمن زاد سوءا وقتاما لكن الوجوه تكشفت بالأمس كان لهذا الإعلام يرتد يقنع مختلفة هذا تكشفه من قبل حتى الأزمة نفسها لأنه كان تعرف إيش اتضحت المسألة أنه الإعلام كان دفع له بصخاء جدا وقربت له طبعا الإمكانيات تقنية وإمكانيات بشرية أيضا من أجل أن يكون هو السلاح الرادع ضد من وكانوا يتصوروا أنه الدول المجاورة عادي وهي دول شقيقة ومحبة لقطر يعني يتصوروا أنها تشكل خطر دائما يعني عندهم عقدة الخوف يعني هما عقدة اللي هي الحجم كذلك ما قلنا وكمان عقدة الخوف أنه ممكن تحدث أي تغيرات في المنطقة وتنتهي قطر يعني بكل بساطة على العموم الآن تعرف يعني قطر يعني شيء جميل الآن أنها هي تعاني من أشياء كثيرة جدا وزي ما تفضل الزميل يعني أشار إلى كوبا أنها دولة عانت طبعا من الحصار الأمريقي وكانت النتيجة أن هذا الشعب الكوبي عانى كثير جدا وأصبح أفقر شعوب العالم يعني يعني كوبا معها غير السيجار كانت تفتخر فيه ليس لها أي شيء لا صناعات ولا زراعة ولا تطور حقيقي وهي في منطقة يعني قريبة من أيش من أكبر دولة في العالم يعني ونفس الحالة الآن تتشكل قوة كبيرة جدا عندنا في المنطقة ونحن عندنا الأمل كبير جدا أنه يعني إيش المحمدين اللي عندنا نحن الآن يعملوا بجدية وبتخطيط وبإصرار على أن تتشكل قوة ردع عربية في هذه المنطقة يعني يكون مهمتها بيش بس الدفاع عن الخليج ولكنها مهمتها بالفعل الدفاع عن الأمن القومي العربي طيب ضيوف الكرام دكتور حسن دكتور أحمد سنذهب إلى هذا الفاصل ونقوم البعده هذا الملف في برنامج المساء مجددا معي في الستوديو أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات الدكتور حسن الصبيحي ومن رياض الباحث السياسي الدكتور أحمد الفراج دكتور أحمد من أهم طبعا ما تطرق إلي هذا الحوار في صحيفة عكاظ مع الأمير محمد بن سلمان هو مسألة الإصلاحات الداخلية هنا قال الإصلاحات الداخلية السماح للمرأة في القيادة حضور المباريات ما شابه لا يتعارض مع الإسلام وقال نحن الآن أصبحنا أو نجحنا في تحييد أو القضاء على نسبة طبعا الوصول من نسبة 60% من التطرف إلى 10% باعتقادك المجتمع السعودي اليوم مع هذه التصريحات كيف يستقبلها الخارج أيضا من المملكة العربية السعودية كيف يستقبل مثل هذا الحديث يعني ديناميكية التغيير هذا هذه ربما هي أهم نقطة في حوارنا أنا كمواطن سعودي وككاتب ومتابع للشأن الداخلي منذ سنوات طويلة ما يجري عندنا في المملكة العربية السعودية هو بالفعل يعني يمكن أن يقال عنه بكل بساطة أنه ثورة داخلية حقيقية يقودها سمو الأمير محمد مع الشباب لتلحق المملكة العربية السعودية بالعالم فاتنا يعني القطار وفاتتنا فرص كثيرة من يزور المملكة العربية السعودية الآن حتى من السعودين الذين يعيشون في خارجها لا يصدقون ما ترىه عينهم اليوم المملكة اليوم غير المملكة قبل سنتين أنا يعني ما تدري من أين تبدأ ولا أين تنتهي يعني جاء قرار قيادة المرأة للسيارة تم إنشاء هيئة الترفيه القرارات الكبرى تتوالى أنا شخصيا عندما أكون مع جمع من الزملاء والأصدقاء كلنا يقول للآخر كل واحد مني يقول للآخر لم أكن بالفعل أتوقع أن تحدث هذه الإصلاحات الكبرى والثورة الاجتماعية في حياتنا بالفعل سمو الأمير محمد يعني فعل كل ذلك بكل ثقة والمشكلة أخي ماجد المشاهدين الكرام مشكلتهم الرئيسية أنه كان عندنا حزبيون يعني دعنا نقولها صريحة كان عندنا الحزبيون يعني تنظيم الإخواني والسروري هذه التنظيمات الحزبية كان صوتها عالي في المجتمع وفي الإعلام فكان المتوقع أن معظم الشعب السعودي هو مع هذه الأطروحات الحزبية الضيقة المتشددة أثبت يعني أثبت الإصلاحات الكبرى التي يقودها سمو الأمير محمد بن سلمان في المملكة أن هؤلاء هم اللي فعلا نمر من ورق وأنهم لا وزن ولا قيمة لهم اجتماعيا وإنما هم أصحاب صوت عالي فقط وبالتالي هناك ترحيب كبير جدا من فئة الشباب التي تمثل 70% ومن معظم فئات المجتمع السعودي وكلهم قلبا واحدا ويدا واحدا مع سمو الأمير محمد ويصح يعني لا أريد أن أبالغ لكن بالفعل يعني كثيرون الآن يعني يطلقون على سمو الأمير محمد لقب المجدد المجدد السياسي المجدد الاجتماعي المجدد الاقتصادي نعم نحن في فترة مخاض هامة جدا فترة المخاض هذه سيكتنفها صعوبات سيكتنفها نجاح وفشل لكن هناك حالة فرح عارم أنا أشاهدها أخي ماجد كلما أخرج من المنزل يعني أنا أعيش في مدينة الرياض وذهبت إلى جدة وذهبت إلى القصيم ذهبت إلى الشرقية هناك حالة من الفرح هناك حالة من الاحتفال وبإمكانك أن تتابع تويتر تويتر ليس هناك أحد يجبر الناس على أن يكتبوا يعني كل يكتب على سليقته العامي والمثقف والكبير والصغير والسيدة والشاب كل الكل يتكلم ويشيد عن هذه الثورة الكبرى التي يقودها هذا المجدد الشاب الذي نتمنى له كل نجاح لأن المملكة العربية السعودية الآن هي فعلا غير المملكة العربية السعودية قبل حتى سنتين ونتمنى أن تنجح كل مساعي سمو الأمير على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأن نرى بلدا مختلفا يفرض هيبته على المستوى السياسي باقتصاد قوي وحياة اجتماعية تشبه الحياة الاجتماعية في جميع بلدان العالم الطبيعية طيب دكتور حسن أيضا لا يفوتين هنا تصريح وليعهد المملكة العربية السعودية فيما يخص فلسطين قال القيادة في المملكة تدعم القضية الفلسطينية بكل ما أوتيت من قوة لابد من إنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية يعني هذا التصريح المتكرر دائما متكرره المملكة رغم العلاقات الاستثنائية مع الولايات المتحدة ونعرف أن الرئيس الولايات المتحدة أعلن القدس عاصمة لإسرائيل لكن دائما ما يتم تكرار هذه المسألة والتأكيد عليها إلى أي مدى هذا مهم ذكر فلسطين والقضية الفلسطينية في كل تصريح الحقيقة تعرف القضية الفلسطينية في الفترة الماضية يعني حاولت بعض القوى التآمر عليها ومحاولة خطفها واعتبارها يعني أداة بالفعل المزايدات لا أول لها ولا آخر وأن القضية الفلسطينية هذه لن يكون لها حل إلا إذا كان يعني الجيش الإيراني هذا اكتسح المنطقة كلها وراح واحتلت لأبيب نحن نعرف أن العرب كانوا دائما أوفيا لهذه القضية وكانت قضيتهم الرئيسية منذ البداية وخاضوا حروب من أجلها دخلوا حروب طاحنة لكن تعرف إيش نتيجة لأن لعدم الإعداد والاستعداد الكافي لم تأتي هذه الحروب بنتائج ولو أنها يأتي بنتائج لأن نحن لو نشوف إسرائيل مثلا لم تكن تعترف بالشعب الفلسطيني بالمرة لكن هم مش بس اعترفوا الشعب الفلسطيني ولكن اعترفوا بممثلين للشعب الفلسطيني كخطوة من الخطوات اللي أجبر العرب إسرائيل على أنها يعني تقدم عليها الآن في المرحلة هذه برضو زادت المزايدات أكثر وكثر وبدأ الكثير من الأخوة المتطرفين الفلسطينيين المزايدين هذولا اللي بصراحة أنا أشك في ولائهم الوطنهم يعني بدأوا يتحدثون على يوجهون التهم لدول مجلس التعاون وبالوجه خاص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بأنها تحاول أن تتآمر على القضية وأنها تعقد اتفاقية سرية مع الولايات المتحدة من أجل اللي هو إيش تسليم إسرائيل القدس وحل المشكلة على نحو يعني تكرس وجهة النظر الإسرائيلية هذا الكلام غير صحيح لن يكون هؤلاء مخلصين للقضية الفلسطينية أكثر من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وهم يعرفوا الدول بالفعل اللي وقفت بيانب الشعب الفلسطيني ودعمته في كل الأصعدة وكلام الأمير سمو الأمير في هذه القضية هو بالفعل تأكيد وتكريس لهذا الموقف الذي لن يحود عنه الدولتان وهناك ترتيبات لا بد أن تكون موجودة بالفعل من أجل دفع بالقضية الفلسطينية إلى الأمام وحتى تعرف اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة أنا أتصور أنها ممكن في آخر المطاف يعني تكون أداء لتحريك القضية وأنا أتصور أن القدس سوف تكون عاصمة الشرقية سوف تكون عاصمة للدولة الفلسطينية في آخر المطاف أشكرك كان معي في الستوديو أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات دكتور حسن الصبيحي وكان معي أيضا من الرياض البحث السياسي الدكتور أحمد الفراج شكرا جزيلا إليكم